من جانبه طالب الداعية الإسلامي اليمني عبد المجيد الزنداني بفتح معسكرات تطوى لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقال الزنداني في حفل تنشين الأسبوع التضامني مع الشعب الفلسطيني والذي تنظمه شبكة منظمات المجتمع المدني في العاصمة اليمنية قال إن فتح معسكرات تدريب للشباب في الأقطار العربية كفيل بأن يجعل أمريكا تطلب من إسرائيل إيقاف العدوان افتحوا معسكرات التطوع افتحوا معسكرات التطوع أنا أقول تقديري ممكن تقديري تقبله أو ترفضه لو فتحت معسكرات التطوع في بلاد العرب فقط ودخل ملايين الشباب إلى معسكرات التطوع للتدريب أمريكا ستقول لإسرائيل تأخذها من إذنها رجعي 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 أنت كنت قتل حماس شوية آلاف سيأتيك ملايين من هؤلاء المجانين رجعي 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 لا أمريكا